مرحبا بكم الناس الكل اليوم ان شاء الله باش نعملوا مع بعضنا جرتان بروكلو ابيض و شوية قرع اخضر جرتان سهل وبنين ناخذوا شوية كريم فريش حوكا طن شوية معدنوس ناخذ شوية فلاكهل شوية جارلك بودر وملح و شوية جبن شارايح و شوية جبن حكاية 100 جرام جبن موزاريلا و اكيد عندي اربع كعبات اعظم و طو حتيتهم هاكم تشوفوا في صحفة و نخلطوهم وصفة سهلة و ما تتكلفش و بنينة بنينة تصلحها شخيف ولا فطور نص نهار باي خلطنا العظم بحطو كريم فريش حكاية شطر كاس كريم فريش اهوكا باش نبعدو على القليان بتاع البروكلو بنعملو جرتان في الكوشة على فكرة تنجمو تعملو اي نوعا متاع خضره تعملوه جرتان نخلطو بعد ما حطينا الكريم فريش و جبن نحط شوية ملح و شوية جارلك بودر الجبن اللي عندي ما هوش مالح موزاريلا ما هوش مالح اذاك عليش حطيت شوية ملح ما هوش برش شوية فلفلاك حلو نخلطو بالقديع اذا كان كنتوا اول مرة تشرفوني في قناتي وعجبكم الفيديو واستفدتوا منو لو حاجة بسيطة تنسونيش في اللايك وسبسكرايب ويعطيكم الصحة الناس كل ومرحبا بيكم الناس كل خلطنا كل شي نخبي ريكس مدهون بشوية زبدة نحطو الخضرة متاعنا كيما قلتو كنت نجمو تحطو سفن ناريات نجمو تحطو جلبانة نجمو تحطو لوبيا خضرة مع الخضرة هذي الخضرة اللي تحبو عليها انتوما الحق وصفة ناجحة وبنينا وجات ما شاء الله قاعد نخلط في المكونات لازمهم يتخلطوا بالجداء ونصبوهم ما فهماش ما اسهل من هكذا هر لي وديجا انحال الفور يسخن على 180 درجة ما يقاتش برشا لخطر بريسك البروكلو طايب والقراعة الاخذر ماهوش طايبة لخطر ما عندوش روح لقراعة الاخذر كان بش نصنطوه في الماء ونحطوه ما يقات فيه شي حطوك جبن هذاك وصفة ساهلة وبنينا ان شاء الله تجربوها وان شاء الله تعجبكم شوية مع دنوس ناجح متحطة وتناجح متحطة مبعد انا حتيت طاوة وحتيت مبعد وطوة الجراتان تاع نحضر ما نحكي لكمش عالبنة ما شاء الله تبارك الله ما نظروا شاهي ويتاكل سخون ولا بيت كيف تحبوا انتم مبنين في الحالات الكل شوية مع دنوس نودكم ومن شاهيكم بش نقصو لكم مورسو نوريكم كيفاه جاء شوفوا ما شاء الله هكا المانظري شاهي ما شاء الله بالحق ننسحكم جربوها الوصفة ذي وبتفكرون يبدعوا تخير جاء بنين 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 على الاخر ما شاء الله ما قلو بروكلوبين وجبن والطن في نفس الوقت وصفة صحية هاكا كل شي في الفور وما استعملاش جبن مالح وما حطينيش معناها مكونات تكون هكا مكونات ثقيلة ولا حاجة ان شاء الله تجربوها الوصفة هذي وان شاء الله تنال رضاكم واستنوني ان شاء الله في فيديو اخر في امان الله اشتركوا في القناة